بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الفيديوهات السابقة في كيفية انشاء فصل افتراضي زي ما شفنا هنا باكتر من طريقة وشفنا اعدادات المتصفح الفيديو اللي احنا بصده دلوقتي عشان نبتدي نعمل تحرير الاعدادات الخاصة بفصل افتراضي اللي احنا انشأناها في فصل افتراضي عايزين نزبط الاعدادات بتاعته نعمل ادتينج الاعدادات بتاعته والسيتنجز بتاعته بندغط على اصاد اسم الجلسة اللي احنا انشأناها بيبقى فيه موجود هذا الرمز مجرد بالضغط عليه بتطلع لنا هذه القائمة الاندمام الى الجلسة لو ضغطنا هنا عشان ننضم الى الجلسة طبعا الاندمام الى الجلسة ممكن يتم بالضغط على الرابط اللي بيتم ارساله اما بالنسبة للمودريتور او اللي هو انشأ الجلسة لا لان الرابط اللي بيتم ارساله ده رابط الضيف الضيوف اللي هو المتدربين سواء كانوا طلبة او كذا او كذا ازا كان مسلا فيه دكتوره معاه عضيات تدريس اخرين اللي انشأ الجلسة يعني مسلا رئيسة القسم اللي عامل مجلس قسمي بيبقى هي اللي انشأت الجلسة او النائبة بتاعتها ازا كان مدير مكتب العميد لو ازا كان ده بيعمل مجلس كلية ازا كان مجلس كلية ازا كان دراسات عليا يبقى الدكتور هو اللي انشأ الجلسة يعني حسب منشق يبقى اللي انشأ الجلسة وحيخش كمودريتور لازم الاندمام من المكان ده عشان يبقى ليه كل الصلاحيات اما الرابط اللي بيتم ارساله ده رابط الضيوف طيب الحاجة التانية ده الاختيار الاول الاختيار التاني اللي هو تحرير الاعدادات او التقارير ازا كان فيه الفتح في الجلسة حصل كذا كذا زي ما حنشوف دلوقتي او بنحذف الجلسة او بننسخ الرابط اهو يبقى هذا المكان اللي بنضغط منه قصاد اسم الفصل الافترادي بننضم للجلسة ده خاص بالمودريتور او اللي انشأ الجلسة تحرير الاعدادات او عرض التقارير او حسف الجلسة او نسخ رابط الضيف اللي احنا بنرسله الرابط اللي بنرسله للطلاب او المتدربين او الاعضاء المجلس اي ان كان الغرض منه يعني طيب هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بنعمل اعدادات للجلسة وده شيء مهم جدا ادي اسم الجلسة بتيظهر عندي هنا فوق هنا نفس الاختيار انضمام الى الجلسة من اول هنا بقى الجزء الاولاني اللي هو الجزء ده اللي هو وصول الضيف يعني بنسمح بضيف يعني ايه يعني الفصل الافترادي ان احنا انشأناه احنا قولنا اتفقنا من الاول ان الفصل الافترادي لا يمكن انشاءه الا من داخل مقرر دراسي المقرر الدراسي ده بيكون فيه اعضاء مشاركين فيه يعني الطلاب اللي موجودين او زا كان فيه معدني حنضيفلهم معانا او مشرفين او زملاء قريم خلاص فدول بيوصلوا بالضغطة على الرابط اللي احنا بنكون اه حاطينه جوه المقرر طيب النبع وصول الضيف ده اللي هو عشان ورشة زي اللي احنا بنعملها دلوقتي ورشة زي كده او مجلس قسم او مجلس كلية يبقى المجالس بتتم بالشكل ده ليه لان مجلس القسم مسلا اعضاء المجلس الموجودين او مجلس الكلية او مجلس الالسات عليا او او ايا كان اسماءهم مش موجودة طيب اما اللي انشأ الفصل افتراضي اللي انشأ الفصل افتراضي ده بيكون عضو هاي التدريس اللي هو اذا كان مسلا الوكيل او اذا كان بيكون مساعد لصلاحية ايا كان او العميد نفسه او رئيس القسم نفسها او رئيس القسم بينشئ من خلال احد مقرراته فصل افتراضي بهذا الغرض لا يعني الا اذا الجمعة عطت صلاحيات تانية ده وضع تاني لكن هبنتكلم على الوضع الحالي دلوقتي ان لا يتم الانشاء الا من خلال مقرر طيب المقرر ده طلبة مسجلين في هل حيخشوا معنا لا رابط الضيف هنا هو بيبقى بيسمح ان في ناس يشاركوا بقى اللي هما بيكونوا داخل ده بيسموه دور الضيف وحنشوفه دلوقتي دور الضيف يعني ايه يعني لما هيشارك هو ممكن يعمل حاجة تانية حنشوف دلوقتي ده الرابط ان احنا بننسخه ونبعثه للضيوف طيب هنشوف بعد كده بقية الاعدادات يبقى لازم بنعمل علامة هنا عشان يبقى فيه ضيف يقدر يوصل لما فيما نعمل كده مش هنبقى عندنا رابط ومش هنقدر ندعو حد او ندي ورسة زي نحنا بنديها دلوقتي اهو دور الضيف بيبقى اما مشارك فقط يعني مستمع بيشوف اللي بيحصل قدامه او مقدم يعني بسمح له ان هو ممكن يشارك يقدم حاجة من عنده فبقية الزملة يشوفوها اذا كان مثلا مع ملف شيء معين بيعرض حاجة على المجلس الى كيرو او منصخ زيه زي اللي انشأ الورش يعني يقدر يبقى ليه صلاحيات كاملة زي اللي انشأ الورش طيب اه الاختيار اللي بعد كده او الاعداد الاخر اللي هو تاريخ البدء بنسيبه هنا اللي احنا عايزينه طبعا هنبدأ الجلسة على طول مش هنبدأ الجلسة دلوقتي بكرة يبقى بنحط التاريخ وبنحط الساعة ده امره سهل الانتهاء لو انا عايزت لها وقت محدد بنحطها هنا الحقيقة ما بنختارش بالنسبة لي انا يعني ما فضرش هذا الاختيار ليه فالنفة ده نعملها ساعة او ساعة ونص وطبعا اخستاء الجلسة ممكن اطول الجلسة طبعا لا ايه احنا من الاول خالص ممكن بنسيب الجلسة مفتوحة لها بلا نهاية بنحط علامة صح هنا اهو بنحط علامة صح فيه هنا صندوق موجود اهو بنحط علامة صح بالشكل ده فبقى وخلاص بتبقى مفتوحة بقى تقعد اسبوع تقعد شكل بحيث لو مجلس قسمي بيتكرر على طول مش هقعد كل مرة انشئ جلسة فخلاص بسيبها مفتوحة بالشكل ده كده اول طبعا انا بكررها كل شهر في موعد محدد لو في نفس الموعد ده يبقى ما فيش دعي اعملها مفتوحة بعمل البداية وبعمل النهاية مثلا بعملها في نهاية اليوم اللي مش معقول الجلسة هتستمر اليوم كامل ف summers if i then وهو تكرار الجلسة هنا هي تكرر خلاص يبقى كل الاسبوع اللي هو التاريخ ده في الوقت ده إلى اخر تكرار الجلسة هنا لو ضغطت عليه يمكنك اختلاحات اخرى يمكنك اختلاحات اخرى بالصورة يومية يعني نفس الوقت ده الاسبوع كل الاسبوع يعني مجالك مجالك في نفس الوقت هذا كل أزاراي استارق ما نعودش بقى نعمل جلسة من جديد. فهو الحل ده ده اعتقد هو الافضل يعني. الدقول المبكر هنا يعني الرابط ده بيبقى موجود. المفترض بيشتغل ده الكلام ده الجزء ده لو انا عملها محدودة مش بلا نهاية. يعني هذا الاختيار مش مش محتاج بقى لده. لانه مفتوحة يعني في اي وقت الرابط الناس هتضغط عليه هيدخلوا خلاص. طبعا ده بيفيد مسلا للطلاو لو عايزين يعملون بنقشة مع بعض. قرروا ان هما مسلا النهاردة هما في الكلية النهاردة هنقعد مع بعض مسلا من ما بين المغرب والعشي. هنقعد نتناقش في المكشوب اللي احنا عايزين نقدمه. فيبقى الجلسة عندهم مفتوحة مش لازم وجود الدكتور معهم في الجلسة او الدكتورة في الجلسة يعني. طيب. اما بالنسبة للمجالس او بالنسبة لجلسة مفتوحة ما بيكونش بقى في حكاية الدخول مبكر لانه في اي وقت هيدخل. الدخول للممكر ده معناها لو انا محدد من وقت الساعة كزا للساعة كزا. يبقى يقدر الاعضاء يدخلوا على الرابط عشان يزبط الجهاز بتاعه السماعة الكاميرا ازي ما هنشغلوها الى اخره. يبقى مسمح لهم بيخشوا بقدي ايه? زي ما هنشوف دلوقتي كده ممكن ربع ساعة نصف ساعة لغاية ساعة. طيب. اهو. يبقى احنا عرفنا هنا الاختيارات اللي هنا. طب. فيه توفير وصف. توفير وصف ده مغرد مسلا بيتكتب بقى ان مسلا ده مجلس مجلس كلية آآ جلسة للمناقشات خاصة مسلا بآآ مناقشة المشروع تخرج الى اخير وايا كان. بقيت اعدادات الجلسة بالشكل ده كده لما ننتقل آآ دور الحاضر الافتراضي الحاضر الافتراضي اللي هو اللي هو اللي هو الحاضرين اللي هو المتدربين اللي هم الضيوف او اعضاء المجلس. خلاص? احنا قلنا مشارك. طيب. في حاجات باسمحلو بيها وفي حاجات ما باسمحلوش. احدى بقى اللي بيعد الجلسة. فممكن السماح بتنزيل التسجيلات. يعني اسمح للمشارك انه يقدر يعمل لو انا مسجل الجلسة مسجلينها اتفاقنا احنا نسجلها. فبيعمل لمجلس القسم او للمحاضرة. الطالب مسلا بيقدر يعمل آآ للمحاضرة. عشان يسمحها في اي وقت اخر يعني. طيب. رسائل محادسة مجهولة. يعني ايه? الناس لما بتدخل اللي بيكونوا مسجلين الناس بيخش باسماء او بيخش برقم من ملف التعريف بتاعه او ايا كان. فطبعا بسمح برسائل مجهولة مسلا طالب مكسوف ان هو يسأل باسمه حيتحرج او كده لان كل المحاضرين حيشوفه. فبسمح برسائل مجهولة ان ما يبقاش ظاهر اسم اللي رسل للرسالة. بس يعني دي ملهاش معا. صلاحيات المنصق اهو لو ازهار صورة ملف تعريف المنصق فقط. يعني هل لو الناس حطين في البروفايل بتاعهم البروفيل بتاعهم اللي هو الملف التعريف بتاعهم. هل هم حطين صور ليهم? فهل هتظهر كل الصور? ولا الصور بتاعة المنصق بس? هي مش محتاجة يعني. لان المعظم الناس ما بتحطوا الصور غالبا يعني. له احنا مش عايزين بقى كل الصور تزهر فبنضغط على هزا الاختيار هنا. طيب المشاركين معانا بقى. هنا دي مهمة جدا في ايه? ازا كانت الورشة دي للنساء فبنلغي مشاركة الفيديو. ما بنعلمش العلامة دي. لو هم مش عايزين نزهره. وطبعا خلاص ده حاجة حرية بقى شخصية بدا بيبقى بالاتفاق. خلاص? بيتبقى عندي مشاركة الصوت. ده يتوقف على بعدد المشاركين في الورشة. ازا كانت الورشة دي كبيرة ولا قليلة يعني عشر خمستاشر عشرين. يعني عدد محدود. فبالتالي وعضاء التدريس فحيتكلموا بحساب. فمن فيش مشكلة. خلاص? لكن لو العدد كبير وحنلاقي ان فيه تدخلات كل شوية وحدي ناسي سأل الصوت بتاعه او كده. وحيبقى فيه شوشرة في الجلسة فبنلغيها. او بنسبة. الحاجة اللي بنسمح بيها دائما اللي هي مشاركة الرسائل طبعا ولا مش حابقة فيه تواصل. خلاص? دي غالبا برضو ما بنحتاجهش. الغير لما بيكون فيه حد حيعرض حاجة من عنده. يعني حد محتاجين ان هو يوضح حاجة او يرسم حاجة او يوري حاجة. فبنسمح له ان هو يرسم على لوحة المعلومات والملفات الى اخو. وإلا بنلغيه. فيبقى هم حاجة عندنا. الصوت ومشاركة رسائل المحادس. الفيديو ممكن ما بحتاجهش للإلا ازا كانت قوي يعني الانترنت سريع وقوي. واذا كان الناس عايزين يتواصلوا بالرؤية يعني يشوفوا بعض يعني. بيعتبقى عندنا هناك المحادسات الخاصة. اهي. محادسات خاصة يعني ايه? يعني هل مسموح انه مسلا اه حد انا مسلا موجود في برشا وفي واحد عايزة زميلي انا حاضر كمتدرب وعايزة بعت لزميلي حاجة مسلا عشان يجيبها لي او يبعد تالي. عايزة بس بقى سايبها عشان ممكن واحد يوم جاي مختار اسم زميله ويبعت له. فالرسالة البعتت ما فيش غير هو بس اللي يشوفها. بيقول له ابعتلي الملف الفلاني ابعتلي كذا الى اخره. خلاص. او هنا بقى لا يمكن المشاركين اجراء المحادسة الخاصة الا مع المنصق فقط. يبقى سعيدها ممكن الطلاب اللي اعانين ممكن لو طالب عايز يسأل بس مش عايز السؤال بتاعه كل الناس تشوفه عشان يقول مسلا دا هيتحقوا علي او يهزقوا مني او ما شابه او حد مسلا في المجلس عايز ينبه مسلا العميد او الوكيل او حاجة على حاجة مسلا ما تنبهش اليها فمش حينبهه في وسط اللي عادين فبيبعت له رسالة خاصة هو بس اللي يشوفه او عميده الكلية او واكيله الكلية او رئيس القصم او رئيس القصم خلاص او حتى الدكتور عايز يبعث يطالب محدد تنبيه مش عايز الناس اللي عادين كدهم يسمعوه او يشوفوه فبيبعت رسالة خاصة خلاص طبعا هنا بعالم علامة لو كان المنصقين حيشوف هيكون لازم يكون هو بشرف على كل الرسالة الخاصة يعني بشرفها كلها يعني المنصق شايف او ما بيعلمش العلامة دي عشان يخليهم بحريتهم لانه في الغرض للرسالة الخاصة اللي محدش شوفها غير اللي ما بعطاله الرسالة فبالتالي مش لازم هو يشاركهم في هذا الامر بخلص البننتهي من الاعدادات بنضغط على كلمة حفظ وبين كده بنكون عملنا اعدادات الجلسة يمكن تغيرها اثناء الجلسة اه يمكن تغيرها اثناء الجلسة بس يفضل الاعدادات تبقى هنا موجودة من الاول تنبيه ان هنا مشاركة الصوت والفيديو والرسائل بيكون هنا لما نفتح الجلسة بيكون ليهم ازرار او ايكونات موجودة هنا ايكونز موجودة هنا طيب هتختفي الايكونز لا مش مش هتختفي بتبقى موجودة بس بتبقى يعني ما ينفعش يتضغط عليها ييجي ضغط عليها ما تتضغطش غير فعال زرار غير فعال يعني خلاص فبس حبنا ننبهي بقى كده عملنا الاعدادات بتاعة الجلسة هل هناك شيء اخر اه بكده بنكون عملنا الجلسة وهنبتدي بقى للدخول الى الجلسة للتعرف على مين على اه وجهة الفصل الافتراضي طبعا هنا اللي ورق الصفحة اللي قدامنا اللي هي بتضغط على الرابط او بناخد الرابط فين الرابط اهو الرابط ده اهو الرابط ده هو اللي تم ارساله فبنحطه في الكروم ونبتدي نضغط عليه الا زي كده المتصفح الكروم هو المتصفح الرئيسي عندنا هيفتح اوتوماتيك على طول فيه متصفح كروم بالشكل ده كده خلاص اهو فبالتالي بيكون موجود المتصفح بتاعنا وادي الرابط اللي احنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده الافضلية بتكون مستخدم الفايرفوكس او الكروم والكروم هو الافضل طبعا هنا بيبتدي اه نكتب الاسم الاسم ايه الاسم اللي حيظهر للناس زمايلنا يعني كل واحد وطبعا يفضل استعمال الاسم الحقيقي لان احنا مش في السوشيال ميديا فبالتالي هنا هو التواصل بس التواصل اكاديمي وعلمي فبنكتب الاسم العلمي بتاعنا ما بنكتبش اسم الملف ما بنكتبش لا بنكتب الاسم اللي حيظهر لزمايلنا وبنضغط جوين سجن يعني بنضم الى الجلسة فبيبقى عندي بالشكل ده كده اهو بنكتب الاسم وبنضغط على جوين سجن يعني الانضمام الى الجلسة الافتراضية بنلاقي تظهر عندنا هذه الشاشة وكده حيبدأ الدخول الى الجلسة اللي احنا انشأناها وعملنا لها الاعدادات ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله في التعرف على الوجهة الرئيسية للفصول الافتراضية اترككم في رعايته وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته